في انسجام تام يقرع الملك محمد نسادس والرئيس التنزاني الطبول الإفريقية معا يقرعان طبول الشراكة الاقتصادية والتفاهم السياسي قبيل حفل التوقيع على حزمة من اتفاقيات التعاون الثنائي بلاغة الصورة وحدها تترجم معاني التقارب بين البلدين وتختصر الكلمات الرسمية لا بل تتجاوزها اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها تشمل قطاعات اقتصادية واسعة تشمل وضع اطار للشراكة الاقتصادية والعلمية والثقافية بين البلدين ومذكرة تفاهم من اجل وضع آلية للمشاورات السياسية واتفاقا للتعاون في المجال الطاقي والجيولوجي واتفاقا لدعم الفلاحين الصغار هنا في تنزانيا ومذكرة تفاهم في مجال الصيد البحري وكذا مذكرة تفاهم بين المكتب الشريف للفصفات والشركة التنزانية للأسمدة وتشمل الاتفاقية ايضا قطاعات التأمين والسياحة والقطاع اللوجيستي والنقل الجوي كما تشمل تمويل منشآت صحية واتفاقية تعاون بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب وهيئة رجال الاعمال في تنزانيا كما تشمل اتفاقيات تمويل وتيسير مالي لقد وقعنا اتفاقية مع الجانب المغربي تهم مجال الفلاح وهذا سيدعم الشراك في المجال الفلاحي بين المغرب وتنزانيا وسيكون لنا تعاون ايضا في بعض القطاعات في المستقبل التوقيع على حزمة الاتفاقيات يأتي في اطار سعي المملكة الى بلورة اندماج افريقي جديد وبناء جسور جديدة بين المغرب وتنزانيا في اطار زيارات جلالة الملك لجمهورية تنزانيا احنا جينا كممتلين للقطاع الخاص باش نبني واحد تطوير جديد بالنسبة للعلاقات الاقتصادية والتجارية ولكن بالنسبة للستثمارات احنا دا بغا نشاء الله نديرو واحد شركة نتاعت الشاي على تعليم الشاي للأودغام لشان باش نعلبوه هنا في افريقيا في تنزانيا ونصدروه للدول العالم مقاربة عملية وفعالة للشراكة بين القطاعين الخاصين وايضا للتعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام في البلدين هكذا وصفت الدينامية الاستثمارية الجديدة التي يقودها الملك محمد السادس في افريقيا اذا 22 اتفاقية قطاعات استراتيجية تشمل الطاقات المتجددة والنقل الجوي ونقل الخبرات والقطاع الفلاحي والاسمدة وغير ذلك كلها كانت في صلب الشراكة الاقتصادية التي يراد لها ان تكون مفتاحا لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين ومثالا يحتذى للتعاون جنوب جنوب محمد برويس من امام قصر الرئاسة بدار السلام تنزانيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر